ملاحظة أخرى لا بد من الإشارة إليها في سياق هذه الملاحظات المهمة اقتراحات لا بد من ذكرها هذه الاقتراحات لو نفذت فإنها ستساعد كثيرا إن لم يكن الأمر منحصرا بها لتحقيق أهداف زيارة الأربعين والتي تقدم ذكرها الإعلام في حياتنا هو سيد الموقف وحينما أتحدث عن الإعلام من أنه سيد الموقف أتحدث بالدرجة الأولى عن الإعلام العالمي وليس عن إعلامنا الشيعي المحلي فهو إعلام ضعيف للغاية ويفتقر إلى الكثير والكثير من المؤهلات بغض النظر عن الإعلام الشيعي وضعفه وحتى إذا افتردت بأن الإعلام الشيعي قوي سيكون قويا ضمن الواقع المحلي ضمن الواقع الشيعي إذا كان من أهداف زيارة الأربعين أن تكون نافذة عالمية فإننا لن ننتفع من الإعلام الشيعي المحلي من قنواتنا الفضائية من أمثال قناة القمر وشبيهاتها هذا إعلام ضعيف محدود إعلام له جمهور خاص القنوات الشرازية مثلا على كثرتها الشرازيون أنفسهم الجمهور الشرازي لا يتابعها لا يتابعها يتابع قنوات أخرى الإعلام العالمي هو الذي يتسيد الموقف حينما قلت من أن الإعلام سيد الموقف الإعلام العالمي فلو أن المتمكنين القادرين الذين تتوفر عندهم إمكانات الأموال وإمكانات العلاقات وإمكانات السلطة يتفقون مع القنوات الفضائية العالمية لتغطية زيارة الأربعين ويغدقون على تلك الجهات بالأموال الكثيرة ويشترطون ويشترطون عليها شروطهم إنه تعاقد فإن القنوات الفضائية العالمية ستحقق هذا الهدف لأنها تعمل لأجل المال وكلما حققت نجاحا كلما دفعت لها أموال أكثر ما قيمة الأموال ما قيمة الأموال لتحقيق ما يريده إمام زماننا ما قيمة الأموال الإعلام الشيعي ضعيف لا يستطيع أن يفعل شيئا الإعلام العالمي هو الإعلام القادر على تحقيق هذا الأمر وهؤلاء يعملون بالأموال هناك القنوات العالمية القادرة بحسب إمكاناتها وبحسب علاقاتها الدولية إنها قادرة على نشر رسالة زيارة الأربعين وباللغات العالمية التي لها التأثير الكبير في كل أنحاء العالم أما أن يكون العمل في دوائر الإعلام الشيعي فذلك لا يحقق شيئا من هذا الهدف لا بد من إنفاق أموال طائلة وهذه الأموال متوفرة لذى الشيعة وحتى لو لم تكن إذا ما علم أصحاب الأموال من الشيعة من أن الأمر يتوقف على الإنفاق سينفقون سينفقون ويضاف إلى هذا أن تؤسس مؤسسة إعلامية كبيرة كبيرة بتمام معنى الكلمة تقدم نشاطها وفقا للمعايير الغربية في العمل الإعلامي وباللغات العالمية لا بألسنة غير أهلها بألسنة أهلها أن تقدم نشاطا فيديويا سينمائيا تلفزيونيا على الإنترنت مقاطع مجتزأة أفلام قصيرة جدا هناك محاولات شعية لكنها فاشلة فاشلة إلى أبعد الحدود لقد شاهدت بعض المقاطع التي كلها عيوب من أولها إلى آخرها لا بد أن تنتج وفقا لما وصل إليه المذاق المذاق الغربي في إنتاج الأفلام هذه المؤسسة يكون همها وعملها الأول والأخير أن تعرض دين العترة من خلال الوقائع التأريخية بعيدا عن الأساليب التقليدية التي نستعملها نحن نستعمل الأساليب التقليدية لأن الواقع الشيعية تربى على هذا لأن الواقع الشيعية يستطيع أن يتواصل مع هذه الأساليب فضلا عن قلة الإمكانات المتوفرة لدينا قلة الإمكانات وحالة الواقع الشيعي هي التي تجبرنا على أن نستعمل الأساليب التقليدية الأساليب التقليدية ضرورية في مساحات معينة لكننا إذا كنا نتحدث عن عالمية لا بد من مؤسسة إعلامية كبيرة تشتغل بهذا الاتجاه الذي أشرت إليه قبل قليل هذا موضوع مفصل لكنني أشير إلى رؤوس المطالب فقط نحن بحاجة إلى دورات مكثفة إلى كورسات للشباب الشيعي العراقي لتثقيفه بالثقافة المهدوية ولصناعة دعاة ومبلغين معاصرين يتحدثون بين الناس ويتحدثون عبر الإنترنت ويتحدثون عبر الإعلام أن نأخذ التجربة الناجحة التي قامت بها المؤسسات الغربية في بلدان العالم الثالث في نشر ثقافة الجندر أن نجد منهجا مكثفا وبطريقة معاصرة وأن تكون هناك دورات وكورسات سريعة لا تتجاوز الأسبوعين ويكون هذا أيضا لكل الذين يأتون إلى العراق من أبناء البلدان الأخرى وإذا كنا قادرين أن نقيم هذه الكورسات في البلدان الأخرى فذلك سيكون أفضل هذه أمور نستطيع من خلالها أن نحول زيارة الأربعين إلى نافذة عالمية ونستطيع أيضا أن نهيئ الشباب الشيعية العراقي والشباب الشيعية في سائر البلدان الأخرى أن نهيئهم لخدمة إمام زمانهم عبر ثقافة مهدوية أصيلة مركزة تبتني على حقائق القرآن المفسر بتفسيرهم صلوات الله عليه وعلى معارف العترة التي مصدرها حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فقط وتلك هي بيعة الغدير وتلك هي معرفة إمام زماننا وهذا هو جوهر ديننا في القرآن وحديث العترة الطاهرة هذه مقترحات إذا ما أخذ بها أو أضيف إليها فإننا نستطيع أن نوصل زيارة الأربعين إلى أهدافها وحينئذ سنكون قد قمنا ببرنامج تمهيدي عظيم جدا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر